الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين احنا في مشروع التخرج مشروع التخرج لطلاب العلوم المالية والمصرفية الشعبة واحد الشعبة واحد اذا مشروع التخرج لطلاب العلوم المالية والمصرفية للشعبة واحد في هذا الاسبوع يا جماعة بعد بنصلي على حبيبنا النبي اللهم صلي على سيدنا محمد احنا كنا رفعنا لكم نموذج لاستبانة الدراسة هذا المقصود فيه اللي هو النموذج استبانة الدراسة استبانة لدراسات سابقة لدراسة سابقة رفعنا لكم إياها على الأم أس عشان تطلعوا على كيفية أعداد الاستبانة وعمل الاستبانات هاي الصفحة الأولى من الاستبانة فيها الترويسة وحضرات الطالب استبانة تقوم الطالب بإجراء الدراسة بعنوان كذا وكذا والتحقيق نضع بين يديكم استبانة دراسة تكون من ثلاث أجزاء استبانتنا هون رايحة تكون تكون من جزئين جزء الأول المعلومات العامة والجزء الثاني يتعلق بالوضع الاقتصادي لأسر الطالب وهون الطالبات هذا الجزء الأول اللي احنا حكينا عنه طبعا بنغيره حسب ما يناسب لدراستنا وهذا الجزء الثاني يرجى وضع أشارة صح أو X في المربع بجانب الإجابة للتعبر عن وجهة نظرك المجال الأول وهي الفقرات المجال الثاني والثالث والرابع احنا رايحة يكون عنا أربع مجالات في استبانتنا والإجابات لازم تتواجزع حسب إيش سلم ليكريت موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة طبعا نحن في استبانتنا رايحة يكون فيها جزئين ما فيه جزء ثالث وآخر إشي ما يكون انتهت الاستبانية هذا نموذج هذا إيش نموذج وهون حطينا إحنا يعني فورم منتدى عشان ترفعو لنا عليه الاستبانية اللي بتكونوا تعدوها يرجع رفع النسخة الأولية من استبانة إيش الدراسة من استبانة الدراسة والأهم في كل الموضوع انه بفضل الله تعالى قمت بأعداد اللي هو المجالات والفقرات للاستبانية اللي انتوا بتكون تشتغلوا عليها جهزتلكم إياها هيا لو حصتنا عليها كليك داونلود أوبن هاي بنلاقي المجالات والفقرات للاستبانية اللي هي دراستنا إذا ما أترجع أحد كورونا على الوضع الاقتصادي لأسر الطلبة في جامعة فلسطين التقنية خضورة فلع رام الله طبعا هاي الفقرات بتكون تفرغوها انتوا في إيش في الاستبانة وتضيفوا عليها المتغيرات العامة اللي هو في الجزء الأول فعندنا احنا أربع مجالات المجال الأول الدخل وهي في خمس فقرات المجال الثاني الاستهلاك في خمس فقرات المجال الثالث لإدخار وفي خمس فقرات المجال الرابع الاستثمار وفي خمس فقرات يعني بيكون عندنا الاستبانية تتكون من عشرين فقرة وهذا كافلة استبانية تعليمية ما في دعا تكبير عدد الأسئلة الآن هاي مثلا أنا أصغطها لشكل أسئلة المجال الأول الدخل إنكم انخفض دخل الأسرة بعد الجائحة طبعا نحن نحكي عن جائحة كورونا اثنين فقدت الأسرة بعد مصادر دخلها بعد الجائحة أثرت الجائحة ثلاثة أثرت الجائحة لانتظام حصول الأسرة على الدخل أربعة تسببت الجائحة في عدم حصول الأسرة على مصادر دخل جديدة خمسة قلرت الجائحة من التنوع في مصادر دخل الأسرة على كل مجال من المجالات هاي حطينا خمس اسئلة المطلوب انتم منكم هاي المجالات والفقرات تعبوها وين في الاستبانة هاي زي ما احنا عنا هون شايفين هاي نموذج الاستبانة بتسووا نفس الطريقة على الورد بتعبوها وبترفعوها هون عشان بعدها نروح على مباشرة في هذا الاسبوع على تحكيم الاستبانة على تحكيم الاستبانة الله يعطيكم العافية وبرك الله فيكم مشكورين على حسن الاستماع